رغم الترتيبات الأمنية التي أطلقها المجلس الرئاسي غير الدستوري مع المبعوث الأممي لا تزال العاصمة طرابلس تشهد فوضى أمنية نتيجة سيطرة الميليشيات على الأوضاع هناك حيث أفاد مصدر خاص لقناتنا بأن مجموعة مسلحة حاولت اختطاف رئيس جهاز المخابرات التابع لحكومة الوفاء غير الدستورية عبدالله مسعود في طرابلس دون ذكر تبعية تلك المجموعة ذات المصدر أوضح أن رئيس مخابرات السراج قد وصل إلى فندق المهاري بحماية من كتيبة ثوار طرابلس وكان مسعود قد أدل بتصريحات لقناة النبأ الدعمة للإرهاب فور تكليفه من السراج نهاية أكتوبر الباضي زعم خلالها سعيه لتوحيد المؤسسات وفي تجورة عثر على جثة أحد المواطنين ملقاة على قارعة الطريق في جزيرة إسبان إذ تم تصفيته برصاصة في رأسه ونقل على إثرها إلى مستشفى القلب بالمدينة كما تعرض مواطن آخر في طرابلس إلى سطو مسلح حيث سلبت منه سيارته والسازى أقاربه على الترتيبات الأمنية مشيرين إلى أن أهل العاصمة قد استنزفوا بين سلب ونهب وخطف وقتل وأما هيثم التجوري آمير كتيبة ثوار طرابلس فبعد وقاعة سوق المشير وإهانة المواطنين وصغار تجار العملة وإلقاء القمامة عليهم نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور يظهر التجوري وهو يتهجم على عدد من نساء طرابلس تظاهرنا وطلبنا بجيش وشرطة جيش وشرطة رسائل بعثت بها نساء طرابلس حول مطالبهن لينعملن بالأمن لعلها تصل إلى أسماع من يمنحون الشرعية للميليشيات ويعيدون تدويرهم في مدن المنطقة الغربية وفي سياق متصل أدانت بحثة وأوضحت البحثة الأممية في بيان لها عبر موقعها الرسمي على الفيسبوك أن الاحتداءات والمتضايقات البدنية التي تتعرض لها النساء والابتزاز المالي مقابل خدمات مصرفية أمر غير أخلاقي ولا قانوني